معي منك ركوك سيد مسرور أسود من المعهد العراقي لحقوق الإنسان مفوض سابق لحقوق الإنسان في العراق مساء الخير أهلا بك معنا سيد مسرور هل ممكن أن نتحدث أكثر كمتابعتكم لموضوع انتهاكات حقوق الإنسان هذا كيف يقوم بهذا التنظيم لنشرح أكثر وكيف لا يبقي أي خيار للمدنيين نعم شكرا لكم والخلاف أهلا وسهلا مع وصول العمليات العسكرية لتحرير الموصل إلى مراحلها النهائية حيث وصلت إلى مرحلة 20% في منطقتين الزنجيلي وحي الشفاء والمنطقة الكديمة بعد رصمين داعش الإرهابي إلى استكتاب مجزرة بشرية بحق المدنيين الفارين من منطقتين حي الشفاء ومنطقتين الزنجيلي والموصل القديمة حيث تم تثبيت قتل طنبيب عشر الهاربي 2035 مدني بينهم ونساء وأطفال تزايدت عمليات القتل والإعدام الفارين يوم 1 حزيران و2 حزيران و3 حزيران أدى إلى 27 امرأة وخمسة أطفال على أن تمرميهم أثناء فرارهم من منطقة تم العثور عليها للخروج من منطقة العسكريات العمليات العسكرية التي تحصل في هذه المناطق وأيضا قام بختل 25 الشخص في منطقة حي الشفاء والزنجيلي أغلاليتهم من الشباب والنساء تم أيضا تثبيت هذه الانتهاكات وأيضا هناك ما زالت الأطفال ما زالوا عابقين تحت الهياة والبيوت المدمرة نتيجة العمليات العسكرية لمن تسلمون ما توثقونه اليوم؟ نعم تم تثبيت وتوثيق كل هذه الحالات إلى عدة جهات الجهات هي المفوضية تامية لحقوق الإنسان بيجنية ومنظمات الدولية المتعلقة بمغيوم الرئيس ووك وأيضا الأمليستي والمفوضية العلية لحقوق الإنسان والمنظمات السفارات الاتحاد الأوروبي كل هذه السفارة الأمريكية والبريطانية والسفارات المعتمدة لغرض حالة متسببية هذه الجرائب إلى المحاكمة المقتصرة وأن تكون وصمة عارض خاصة في هذه المجال ضد الأطفال والمساء خاصة أن داعش بدأ ينهار وفي مرحلة الأخيرة هل ممكن أن نعرف القليل عن وضع هؤلاء بعد كل هذا الحصار بعد استخدامهم كدروع بشرية من قبل داعش كيف يعيشون يومهم؟ كيف هو وضعهم الإنساني؟ نعم الوضع الإنساني تم الإشارة إلها سواء من قناتكم الموقرة أو من الوسائل الإعلامية وفي التقارير التي أصدرناها قبل الشهر خاصة أثناء محاصرة حيز بن جيني الذي كانت توقع أن تشهد عمليات أكثرية مكتبة إنها مدينة قديمة ولتقارب وتداخل البيوت سواء والدخطة الضيقة كنا نتوقع هذا الانكتال الشديد أبراه في هذه الموقرة ولكن لا نتوقع أن يتم استخدام الأطفال والنساء كمدنيين ودروع بشرية وأدت إلى قتلهم والتشادي سيدا ميشون هناك نقطة مهمة أريد أن نصيرها عبر قناتكم الموقرة هو معاناة 45 إلى 50 ألف نازح من مناطق البعاج والغربية وبعض قرى السنجار ويعانون من ظلوث الثانية صعبة خاصة في مخيم الأغى في تل الجرابع في تل العفة موقف خيروان أدى إلى وقع أربعة أطفال قبل أربعة أيام لتيجة الحرب الشديد وعدم موجود مياه صالحة في الشرم هذا موضوع غير متعلق في منطقة الزنجيلي هذا مطقة بعيدة تقع في تل العفة في مخيم الأغى يعانون من ظلوث الثانيين وطالب المنظمات السوالية الإنسانية والحكومة العراقية هذا وضع من تمكنوا من النزوح نعم وضع من تمكنوا من النزوح هذه المناطق تشهد أيضا عميات أسكري في مناطق البعاج يعانون من ظلوث إنسانية صعبة جدا يحتاج إلى تدخل سريع بالمياه الغذائية والطبية والمياه الصالحة أزع إلى اتشار ووفاة أربعة أصفال قبل ثابت أيام نعم تجد الحرم الشديد وعدم موجود مخيمات ومياه صالحة للحرم ومواب الغذائية والمياه التي تخليناه على خيط الحياة نعم أنا أشكرك جزيلا عذرني انتهى وقتنا نأمل دائما أن تصل هذه المناشدات وأنا أشكرك دائما على مشاركتك معنا سيد مسرور أسود من المعهد العراقي لحقوق الإنسان مفوض سابق لحقوق الإنسان في العراق كنت معنا من كاركوك شكرا شكرا